موسيقى أحييكم من جديد مشاهدين الكرام نناقش ملفنا الأول واحدا من أهم وأكبر المشاريع التنموية العملاقة في المملكة وهو مشروع جدة داونتاون وكيف سيعمل على تهيئة بيئة جاذبة ومميزات تسهم في تطوير مدينة جدة حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح جدة داونتاون الجديدة ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل مئة مدينة على مستوى العالم حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويج والترفيه والتسوق مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين ويقدر إجمالي مستطحات البناء في المشروع بأكثر من خمسة ملايين متر مربع تتسع لأكثر من ثمانية وخمسين ألف نسمة الحديث بالتفصيل عن هذا المشروع أرحب يضيفي في الستوديو الأستاذ ناصر قرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث أهلا بك معنا ناصر ناصر على حيك في البداية عندما نتحدث عن مشروع جدة داونتاون جديدة الذي رصدت له ثمانية عشر مليار ريال ما أهمية هذا المشروع والمبالغ الضخمة التي رصدت لتطوير كورنيش مدينة جدة بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هذا المشروع إذا نظرنا له من ناحيتين الناحية المالية الضخمة جدا ثمانتعشر مليار تعتبر بالنسبة لمثل هذه الكيانات الاقتصادية والتحول الاجتماعي والاقتصادي في مدينة لها عمقها ولها استراتيجيتها داخليا وحتى أيضا إقليميا كونها على البحر الأحمر ومعروف عنها أنها كانت الوجهة البحرية منذ مئات السنين فبالتالي القيمة الاقتصادية في هذا التحول للمدينة هو هوية المدينة القادمة سيكون بالنسبة لجدة بهذا المشروع أولا سينقل المدينة من محدوديتها وأيضا لا يعني ذلك العبث أو المساس بهويتها التاريخية أو الاجتماعية فيما يتعلق نمط البناء ما يتعلق بالمسميات ما يتعلق أيضا الحالة الثقافية لها والرصيد الثقافي لجدة لأنه جدة تعتبر من أهم مراكز النمو والتطوير الثقافي والبنية الاقتصادية في المملكة فلذلك ننظر إلى هوية هذا المشروع أن الرؤية درست الدراسة بعناية عالية جدا وأخذت بمزاياها التي تناسب مدينة جدا وتناسب طابع المنطقة الغربية بالإضافة إلى كيف يمكن أن تضيف لخرطة السياحة في الداخل وخرطة السياحة في الخارج نحن ننظر إلى أن المملكة العربية السعودية إلى فترة حالية منذ فترة أن جدة كانت هي المستقبل الأول للسياحة الداخلية ولكنها أيضا على مشارف المشاعر المقدسة فبالتالي سيكون هناك موارد كبيرة جدا نحن ننظر إلىها أيضا من خلال الميناء الملك عبد العزيز ويعتبر من أقدم الموانئ اللي لم يكن أقدمها بالإضافة إلى مطار الملك عبد العزيز وهو من أهم المطارات على البحر الأحمر فهذه الرؤية السعودية هي رئة جديدة للداخل وحتى أيضا إقليبيا ذكرت بعض المميزات التي تميز مدينة جدة والتي تجعلها فريدة من نوعية خاصة توجدها على البحر كيف يمكن استفادة من هذه المميزات لتطوير هذا المشروع وبالتالي استقطاب السياح من الداخل ومن الخارج خاصة أيضا زائري المناطق المجاورة لجدة أصبح لدينا على البحر الأحمر وهذا إذا أعدنا الذاكرة وليست بعيدة لمجرد أنه من حجم المشاريع والبرامج التي طرحتها المملكة في الرؤية كبيرة جدا ومتلاحقة بدليل أننا لا نفرح لمجرد بضعة أيام إلا ونفرح مرة أخرى بمشروع ولادة مشروع آخر بالنسبة للبحر الأحمر مثل ما قال الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أن البحر الأحمر لم يكن في فترة سابقة محط اهتمام الدولة ولذلك ننظر من الشمال النيوم وهذه أنا أشبهها فوق الغيوم هذا مشروع ضخم جدا وتحدثنا عنه وتحدثنا عنه العالم ننظر إلى مشروع البحر الأحمر أيضا وهو مشروع من أكبر المشاريع السياحية على البحر الأحمر مشروع سعودي سينقل البحر الأحمر في السياحة إلى خارطة موازية لما هو موجود في ضفاف البحر الأحمر مثلا من الجانب المصري ننظر إلى المشروع الثالث وهو مشروع تطوير جدة هذه حلقة ثالثة ننظر إلى ما يحدث في جازان في منطقة جازان من مشروع المدينة الاقتصادية وأيضا مشروع المصفات البترول ولذلك الخط الأحمر هناك مشاريع أخرى المجلس الاقتصادي يدرسها الآن منها مشروع الاقتصاد الأزرق وسيكون في كما نتوقع ونتأمل إن شاء الله هنا يكون على مقربة من إطلاقها في منطقة الكحمة في عسير هذا المنظوم الضخمة جدا باستثماراتها العالية جدا بانطلاقها إلى العالم الآخر هو أحياء لإضافة الغربية من المملكة العربية السعودية وبالتالي سيكون الاقتصاد السعودي مزدهر أكثر مما كان عليه في السابق صحيح سناصر ننتقل معكم مع سادة المشاهدين لمتابعة أبرز مجاة في الصحف المحلية حول مشروع جدا داونتاون وأبرز النقاط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اثرت على حجرة الكثير من المواطنين السعوديين إلى الدول المجاورة أو غير المجاورة وبالتالي في الإجازة الأخيرة المدرسية كان هناك إقبال على السياحة الداخلية ونحن في بداية الأمر لذلك هذه المشاريع إذا نظرنا لها من الناحية السياحية نحن نصرف أكثر من سبعين مليار سنويا على هجرة الأسر السعودية وقضاء يتم انفاقها خارج المملكة نعم فبالتالي هي السوق السعودية أولى بذلك ولذلك استهدفت الدولة أن توطن مثل هذه الأرقام الكبيرة جدا في مشاريع أولا استثمارها في الداخل تخلق دورة رؤوس أموال تخلق أيضا وظائف تحمل مجتمع من كثير من السلبيات التي تعرض لها الأفراد سواء فيما يتعلق بالسلوكيات أو ما يتعلق بالتأثير التأثر بشكل عام نحن ننظر إلى هذا التوجه في الدولة أنه هو التوجه الذي سيعطينا المزيد من الفرص فيما يتعلق بالسياحة وما يتعلق بالاقتصاد والسياحة جزء من الاقتصاد ممتاز أنتقل إلى ضيفي ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن الصبحي مدير تحرير للشؤون الاقتصادية في صحيفة المدينة أهلا بك معنا أستاذ حسن نتحدث عن مشروع جدا داونتون الجديد الذي رصدت له ما يقارب 18 مليار ريال أين تكمن الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في مدينة متميزة كمدينة جندة أهلا وسهلا فيك أستاذة العزيزة ومشاهدين القناة الأخبارية أهلا بالتأكيد أن مشروعك هذا سيكون إن شاء الله انطلاقة ونوعية للسياحة في المملكة العربية السردية نعلم جيدا أن الواجهة البحرية في مدينة جندة وبالتحديد منطقة ما يسمى في المستقبل هو جدة داونتون هو سيكون نقلة نوعية في الاستثمار المقومات والإمكانيات السياحية التي يتمتع بها بحر جدة على وجهة خصوص وأيضا حجم الاستثمار الذي ذكر نحو 18 مليار ريال هي فرص استثمارية موافية لإدخال الكثير من التقنيات والاستثمارات الجديدة سواء السياحية والفندقية نعم نسمعك أستاذ حسن تفضل نعم والاستثمارات السياحية لتطوير المنطقة الواجهة البحرية وأيضا تأهيل الكثير من المستثمرين وتشجيعهم لضخ مليارات الريالات في هذا الموقع وأيضا إيجاد فرص عمل للمواطنين والشباب السعوديين للمرحلة القادمة أعتقد استثمار 18 مليار لم يقتصر فقط على البنى الساحتية التي ستقام وأيضا المشاريع والمباني التي ستنفذ في جدة داونتون ولكن هناك استثبارات أخرى ستضخ فيما بعد الانتهام من البنية الساحتية والمشاريع الرئيسية في مشروع الجدد داونتون ممتاز أستاذ حسن في ظل رؤية المملكة 2030 والهدف الأساسي زيادة الإرادات غير النفطية المنظومة متكاملة بجذب استثمارات شركات القطاع الخاص لهذا المشروع وبالتالي خرق فرص وظيفية تتجاوز أو مستهدف أن تخلق 36 ألف فرصة عمل كيف تساهم هذه المنظومة متكاملة بزيادة الإرادات غير النفطية للاقتصاد المحلي اقتصادية معروفة أن القطاع السياحي عندما يستثمر دولار واحد في هذا القطاع هناك 7 دولارات فيها ناسج وحسب معلومات استخفضيناها من بعض المختصين فإن القطاع السياحي عادة يشغل أكثر من 7 قطاعات وأنشطة أخرى تستفيد من هذا القطاع وبالتالي عندما يستثمر الدولة المملكة العربية السعودية في القطاع السياحي فهي بالتالي هناك كثير من القطاعات ستكون الأكثر استفادة وبالتالي يكون العائد على معظم القطاعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية نعلم جيدا منها قطاع الضيافة أيضا أحد الأهم القطاعات التي تستفيد من جدده وأيضا قطاع المقاولات والقطاع العقاري وقطاع الأندقة والأعمال السياحية بشكل عام وأيضا الأغرية والمطاعم وغيرهم ممتاز أعتقد شكرا لك أستاذ حسن الصبحي مدير التحليل لشؤون اقتصادية في صحيفة المدينة شكرا جزيلا لك سيد ناصر نعود لنستكمل حوارنا عندما نتحدث عن هذا المشروع وبإمكان هذا المشروع أن يخلق 36 ألف فرصة عمل هذا أيضا يفتح أفاق جديدة لطلاب الجامعات للتوجه للفرص التي يحتاجها سوق العمل مستقبلا في السنوات القليلة القادمة كيف يمكن مواكبة هذه الفرص الوظيفية من خلال طلاب الجامعات وتدريبهم وتوجيههم للتخصصات النوعية التي سيحتاج لها سوق العمل في المستقبل القريب بحجم المشروع وأيضا نوعية وهوية بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الفرص ليس فقط في مجال التوظيف بالنسبة للقوى العاملة ولكن أيضا نوعية الوظائف نوعية التوطين في هذا المجال إلا أننا نحتاج إلى الآلاف ممن يتوطنون في مجال السياحة والفندقة والخدمات الموسمية ننظر أيضا إلى فتح المجال للاستثمارات الدخول القطاع الخاص أعول عليه أنا كجانب اقتصادي أنه دور كبير جدا أن يكون مع صندوق الاستثمارات العامة الدراع المكمل لهذا الدور ننظر أيضا إلى أنا وأثناء حديث الأخ صبحي يعني تذكرت شعار جدة جدة غير بعد هذا المشروع ماذا يمكن أن نضع أن نطلق عليها جدة هل نقول جدة غير أصبحت يعني جدة سابقة غير جدة القادمة جدة ستكون الرئاء الأكبر على البحر العمر ومثل ما أشرت في إجابة سابقة أن هذا المشروع هو الذي سينقل المنطقة إلى عالم آخر ليس في الست وثلاثين وظيفة ست وثلاثين ألف وظيفة أنا أتصور أنها ممكن تصل إلى الخمسين ألف ونتظر أيضا إلى أن يكون هناك أيضا ريادة للسياحة السعودية على البحر الأحمر لأن البحر الأحمر من أفضل بيئات المستهدفة مثل ما هو موجود في بعض الدول نحن ننظر إلى هذا المشروع أنه مشروع مكمل للرؤية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الاجتماعي والترفيهي وهذه إن شاء الله ستتحقق لنا وفي زمن قصير جدا بعادة المدن أو تغيير هويات المدن تحتاج إلى فترات طويلة ولكن خلال سنوات قليلة سيصبح الأمر والمشاريع من هذا النوع لها أهداف اجتماعية واقتصادية إلى إضافة عن الجانب الاقتصادي أو أن هناك أهداف اجتماعية بأن يكون الترفيه جزء من الحياة اليومية للجميع وبالتالي يكون له أثار اجتماعية اقتصادية مترابطة أنا متأكد أنه من ضمن ما أخذ وهذا في المعيار الاقتصادي والجدول الاقتصادية للمشروع أنه أخذ في الاعتبار أولا الاستهداف هو المواطن السعودي أو البيئة السعودية لأنه مثل ما أشرنا أنه الهجرة السعودية في المواسم عالية جدا والسياحة السعوديين أو السواعي السعوديين عادة ما يكونون مطلوبين حتى على مستوى دولي وبرامج إغراءهم وقامت بعض المدن مثل دبي مثل إسطنبول بعض غير أوروبا فيما سبب ننظر أيضا إلى أنه موسم الحج والعمرة حينما يأتي الحجاج ورفع سقف الحجاج عدادهم والعمرة أيضا أنهم يقضون بعض من وقتهم في جدة حينما يجدون المساحات المكافئة من حيث التكلفة الاقتصادية من حيث الترفيه من حيث الوضع الخدمات فبالتالي سننظر إلى التكامل في خلايا أو مكونات الاقتصاد سواء فيما يتعلق حتى أيضا أنظر إلى مستقبل جدا فيما يتعلق بالتعليم الجامعي أن يكون هناك جامعات أهلية أن يكون هناك معاهد ويكون هناك تخصصات وبالتالي سيكون لنا صناعة أيضا صناعة سياحية ممتاز شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر القرعوي رئيس المركز السعودي لدراسات والبحوث شكرا جزيلا لك